السلام عليكم يسعد أوقاتكم بهالفيديو رح أشرح لكم أوضل الطرق المضمونة لتسريع الويندوز في حال كنت تستخدم الويندوز 11 أو 10 أو حتى 8 رح تكون خطوات بسيطة بتعملها بس بدها شوي تركيز خلينا نبلش هاد البرنامج رح يلزمنا كتير لهيك لازم نعرف كيف نشغله إما بالضغط على كبسة الويندوز مع حرف الار أو عن طريق إشارة الويندوز نضغط يمين الفقرة بعدين نقبوس رن أول خطوة لازم نعملها هي نتخلص من كل البرامج اللي بتشتغل حالها أول ما نفتح الكمبيوتر لأن هالشي بيطول من وقت التشغيل نضغط على Ctrl Shift ESC لحتى تفتح مدير المهام أو بكل بساطة بتحسن تقبس يمين على زر ابدأ واختار مدير المهام أو Task Manager بعد ما يفتح رح على تبويب بدء التشغيل أو Startup Apps هون عندي البرامج اللي بتشتغل أول ما بنفتح الكمبيوتر حاليا في عندي برنامجين بيشتغله لما بشغل الويندوز بضغط على يمين الفقرة بعمل Disable أو تعطيل ضل عندي برنامج واحد بيشتغل لما نفتح الكمبيوتر كمان هاد نحسن نضغط على يمين الفقرة بعدين Disable بهي الحالة ما ضل عندي برامج تشتغل مع بدء الكمبيوتر الخطوة رقم 2 تنظيف الملفات الموقع نضغط زر الويندوز مع حرف R ونكتب Temp Enter في عندي كل هالملفات المجلدات يلي لازم أحذفها Shift-Del في بعض الملفات ما بحسن أحذفها لأنها بتشتغل حاليا كمان في عندي مجلد عام بيستخدمه نظام الويندوز والتطبيقات لكل المستخدمين على الجهاز يلي هو Temp نضغط Shift-Del ونحذف هذا المجلد لكن لازم ننتبه في بعض الملفات ممكن تكون قيد الاستخدام من النظام كمان في عندي Prefetch نضغط Enter أو OK حاليا ما في عندي أي ملفات لو كان في عندي ملفات بضغط Delete الخطوة رقم ثلاثة تفريغ مساحة الهارت كمان نضغط ويندوز R نكتب Clean MGR لدينا القرص C نضغط OK راح يعزف الملفات المؤقتة أو الملفات الغير ضرورية الخطوة رقم أربعة وقف الخدمات اللي مالها داعي نكتب services.msc ندور على system main SYS main في آخر القائمة هذا هو SYS main في حال كان شغال عندكم بس تضغطوا على يمين الفقرة تعملوا Stop بعدين نضغط عليها مرتين بدال ما يكون عندي هون automatic نعمل Disabled Apply بعدين OK هاي الخطوة بتخفف الضغط على المعالج والهارت إذا كان جهازك عم يستهلك كتير موارد خطوة رقم خمسة ضبط الأداء لأفضل سرعة كمان Windows R نكتب system properties performance من هين قائمة منعدل من أجل أداء أفضل adjust for best performance هاي الخطوة بتحسن الأداء بشكل ملحوظ إذا كان جهازك ضعيف لكن أنا بالنسبة إلي بدي custom بدي أخضار خيارين اللي هني show thumbnails smooth edge لحتى يكون عندي نصوص والمجلدات بالWindows أجمل بعدين بعمل Apply بعدين OK خطوة رقم ستة تحسين التحزين Optimize drives نضغط Windows فقط Windows بعدها من نكتب Defragment and Optimize drives طبعا ملاحظة مهمة جدا إذا كنت عم تستخدم قرص SSD ما في داعي تعمل إعادة ترتيب للملفات لأنه هاي العملية اسمها تحسين أو إعادة ترتيب الملفات على القرص الصلب لأنه SSD بيشتغل بطريقة مختلفة وهذا الإجراء ممكن يقلل من عمره الافتراضي في حال بدي أحسن القرص D نضغط Optimize طبعا بيأخذ شوية وقت خطوة رقم سبعة هو استخدام وضع الكفاءة في نفس مدير المهام وضع الكفاءة هي ميزة جديدة بالدويندوس تهدف لتحسين أداء جهاز الكمبيوتر وزيادة عمر بطارية اللابتوبات هالميزة بتشتغل عن طريق تقليل أولوية العمليات للتطبيقات اللي بتشتغل بالخلفية يعني بالباكراوند الميزة بتنطبق فقط على تطبيقات وعمليات محددة وبشرط أن تكون مدعومة لأنه في بعض البرامج غير مدعومة مثلا في عندي هذا البرنامج نفيديا غير مدعوم ما بحسن أضغط على Efficiency Mode لكن هذا مثلا الأو بي اس بحسن أضغط Efficiency Mode مثلا أنا بدي أعمل Endisk في وضع الكفاءة أو بضغط Efficiency Mode نضغط بعضين أوكي بهي الحالة بيكون ال Endisk صار في وضع الكفاءة الخطوة رقم 8 هي إدارة الذاكرة الأفتراضية نضغط Windows R مرة ثانية نكتب System Properties Performance مرة أخرى في عندي هون Advanced نضغط Advanced بعدين في عندي Virtual Memory بهي الحالة ال Windows بيستخدم جزء من ال Hard Disk على أنه ذاكرة عشوائية أو RAM نضغط Change منهم نحسن نحدد الذاكرة الوهمية والعادي بيكون واحد ونصف من حجم الرام فأنا بحسن أحدد 24 اللي هو 16 زاء 8 24576 بيت بعدين نضغط OK الخطوة رقم 9 تغيير وضع الطاقة إذا بدك تحصل على أفضل أداء لجهازك على Windows 11 وما عندك مشكلة مع استهلاك البطارية فيك تغير أعدادات خطط الطاقة Power Plants هذه الخطوة تضبط النظام على الأعدادات المثالية لتستفيد من أقصى أداء ممكن لجهازك تهتح إعدادات بعدها تروح على System بعدين تروح على Power and Battery الطاقة والبطارية هم تحسن تغيير وضع الطاقة تحسن تختار أفضل أداء High Performance في هذه الحالة رح يكون في عندك أداء أفضل ملاحظة هل خيار مثالي للأجهزة المكتبية أو اللابتوبات الموصلة بالشاحن أما إذا كنت تستخدم اللابتوب على البطارية لفترات طويلة اختار وضع متوازن ليوفر الطاقة والوضع المتوازن هو Balanced الخطوة رقم 10 إعادة تشغيل وتحديث الجهاز هي أسهل وأبسط خطوة ممكن تعملها وصدقني أحيانا بتكون فعالة أول شي يتأكد إذا في تحديثات جديدة لجهازك تفتح الإعدادات تكتب الإعدادات هون بالبحث أو تكتب Settings تستدخل على الإعدادات بتروح على Windows Updates آخر شي هون في عندك Check for Updates أو البحث عن تحديثات إذا طلع فيه تحديثات جديدة نزلها وخلي الجهاز يعمل إعادة تشغيل بعد التثبيت إذا طلع فيه تحديثات جديدة نزلها وإذا جهازك محدث والكامل ما فيه ضرر أنك تعمل إعادة تشغيل أحيانا فيه مشاكل أو تعليقات صغيرة بالجهاز ممكن تنحل بمجرد إعادة تشغيل ملاحظة مهمة هاي الخطوة مؤقتة يعني إذا كانت المشكلة عم تتكرر رح تحتاج تراجع إعدادات أكتر أو تطبق الخطوات يلي حكينا عنها بالفيديو طبعا من الإعدادات أو Settings من تبويبة النظام أو System فيه عندنا هون Storage أو التخزين نضغط عليها منلاقي هون ملفات مؤقتة كمان هون فيه عندنا ملفات Windows ملازمة إذا ضغطنا عليها بإمكاننا نقشر عليها بس لازم ننتبه ما نقشر بالغلط على التنزيلات أو Downloads لأنها يمكن تحتوي على بعض الملفات اللي منزلينها عندكم بالكمبيوتر وبعدين منضغط Remove Files أو حذف الملفات Continue بهي الحالة حذف لي ملفات تحديث الويندوز الغير ضرورية في النهاية تجرب الخطوات وشاركنا رأيك بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر